في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية أشهد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام بالنجاح الكبير للمملكة العربية السعودية بفضل القيادة الحكيمة لخدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أهل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في إقامة مناسك الحج لهذا العام رغم التحديات والظروف الاستثنائية المرتبطة بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وعرب سعادة وزير الإعلام عن تقديره واعتزازه والعالم الإسلامي أجمع بالجهود السعودية الطيبة في توفير الرعاية الكريمة للحجاج والمعتمرين وزوار الحرمين وتميزها هذا العام في تقديم قصة نجاح جديدة وصورة حضارية مشرفة من التنظيم المثالي لموسم الحج في أجواء صحية أمنة وأداء الحجاج مناسكهم في مختلف البقاع والمشاعر المقدسة بسهولة وطمأنينة وسلام وتوجه سعادة وزير الإعلام بالشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين وجميع الطواقم الأمنية والصحية على جهودهم المخلصة وحرصهم على استمرار أداء الركن الخامس من أركان الإسلام وتيسير الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام باتباع الإجراءات الاحترازية والمعايير الصحية العالمية تحقيقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية وضمان أمنها وسلامتها ووقايتها من مخاطر تفشي الوباء وأضاف سعادة وزير الإعلام أن نجاح موسم الحج رغم التحديات والصعوبات أثبت القدرات التنظيمية الهائلة للمملكة ومثل تتويجا لنجاحاتها خلال السنوات الماضية في إقامة منظومة عصرية متكاملة من الخدمات والتسهيلات الإدارية واللوجستية وتواصل مشروعاتها العمرانية لتوسعة الحرمين الشريفين وتطوير مرافق البنية التحتية وخدمات الرعاية الصحية والعلاجية وسط جاهزيتها لاستيعاب حجاج بيت الله الحرام وأكد سعادة وزير الإعلام أن جهود المملكة العربية السعودية في قدمة الإسلام والمسلمين وإعلاء قيم الوسطية والاعتدال والتسامح والسلام وأيادها البيضاء ستبقى راسخة في وجدان الأمة العربية والإسلامية اشتركوا في القناة